خلينا نروح مع حضراتكم بعد ما شفنا الأخبار اللي حصلت مبارح نتابع كمان الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله منها عقد اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي وأيضا طرح 3677 قطعة أرض جديدة للأفراد ويكون التخصيص بأسبقية الحجز من خلال الموقع الإلكتروني ده غير أنه النهاردة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة هيتم عقد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسنبورغ برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل الاجتماع هيتطرق للعلاقات السنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بالإضافة لعدد من الموضوعات والقضايا السياسية كمان مجلس الشراكة هيعتمد وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 النهاردة هتبدأ وزارة الإسكان في طرح مرحلة جديدة من أراضي الإسكان للأفراد وهيكون التخصيص بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني الطرح الجديد هيتضمن ثلاث أنواع من الأراضي هما الإسكان المتوسط والمتميز والإسكان الأكثر تميزاً بواقع 3677 قطعة أرض النهاردة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة هيفتتح باب التظلمات على مستوى المحافظة على نتائج امتحانات صفوف النقل بالثانوي العام وهيستمر تلقي الطلبات لمدة 15 يوم بالنسبة لأهم المباريات اللي هتتلعب النهاردة هيكون في لقاء قمة بين الأهل والزمالك ضمن الأسبوع 20 من عمر بطولة الدوري المصري على استاد الأهل والسلام الساعة 8 بالليل